بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا في عدد خلقه ورضاء نفسيه وزنة عرشه ومدد كلماته وحتى يرضى وإزراجهما بعد الرضا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بايته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنتي بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد أهلا بحضرتكم في محاضرة جديدة من محاضرات علم التحالب في تبسيط العلوم بنتكلم على تحلب أحمر البوليس إفونيا وبنشوف التكاثر بتاعه وبنشوف شكله في الأول بنشوف مع بعض أول شريحة بنلاقي شكل التحلب خيتي زي ما احنا شايفين متفرع ولكن اللي فيه فرع رئيسي وفيه فروع جانبية دي مراحل مختلفة بتجبيرات مختلفة من التحلب زي ما احنا شايفين بما فيها الهلد فاسطة أو الماسك اللي بيمسك فيه الصخور دي قطاعات عرضية عشان يبين شكل التحلب في أماكن مختلفة بقطاعها عشان نشوف شكل التحلب اللي يهمني هنا أعرفه إن التحلب ده عبارة عن خلية في النص وبيحيد بها خلايا أخرى خلية مركزية أو محورية وبيحيد بها خلايا تانية قائمة أو طويلة بالشكل ده كده نفس الشي بنشوف القطاعات هنا عن يميني يهمني هنا التركيب بتاعه بنلاقي فيه أفرع بالشكل ده كده بنلاقي هنا فيه ترايكو بلاست يعني خيوت فرق من الاتنين دول التركيب بتاع الفرع زي الفرع الرئيسي زي الأساس إنما ده عبارة عن خلية واحدة وبتكون مفيعة جدا اسمها ترايكو بلاست أو خيوت وده التركيب بتاعه مش هنقف عنده كتير ننتقل بعد كده التحلب ده الحقيقة فيه تلات مراحل من المراحل بتاعته فيه التكاثر بتاعه نبات مشيجي والتور جرثومي أول وتور جرثومي تانية حنشوف مع بعض ده ملخص دورة الحياة بنتكلم هنا بنبص مع بعض كده هنلاقي فيه عندنا نبات مشيجي مزكر وزي نبات مشيجي مؤنس يبقى دي البداية بتاعتنا نبات مشيجي مزكر ونبات مشيجي مؤنس النبات المشيجي المزكر بيحمل أنثريدات أو تراكيب مزكرة نبات ماشيجي مذكر ويكون N محادي الملموع الصغير ويحمل تركيب مذكرة اسمها Anthridate وبتعطي أمشاك مذكرة اسمها Espermachia هذه النبات المشيجي المذكر هذه Anthridate هذه الـ Espermachia وهو الوحدات المذكرة وهو الوحدات المذكرة وهو الـ N وهو النابات المشيجي المؤنس يكون N ويحمل تركيب مؤنس اسمها Carbogonium وهو الـ N وهو الخلوط بالشكل وهو الـ N بيحصل ايه بقى؟ يحصل ان الـ Espermachia دي بتوصل لغاية التركيب المؤنسة في عملية التلقيح اللي هو جزء الأولين من التكاثر الجنسي خلاص ويكون التكاثر الجنسي هنا بيضي ليه؟ لان واحد فيهم حيوصل لغاية التاني والتاني حيفضل تثبت في مكانه اللي هو مين؟ اللي هو البويضة أو الكربوجونيا بتنتقل أو بتصل الـ Espermachia اللي هي الأمشاك المذكرة إلى الفرع المؤنس ده التلقيح ثم يتم عملية الإخصاب اللي هو اتحاد نواة المشيج المذكرة الـ Espermachia مع نواة المؤنسة في التركيب المؤنسة اللي هو كربوجونيا بتكون الجنين 2N اللي هو الزايجوت اللي هو الخطوة هذا الزايجوت بينمو عشان يديني تركيب جرثومي أول اسمه كربوس بوروفايت بيطلع فين؟ على النبات المشيجي المؤنس يعني ما بينزلش الزايجوت في المية وينمو لا ده هو بينمو في مكانه على الفرع المؤنس يبقى بالتالي بيتكون الطور الجرثومي الأول أو الكربوس بوروفايت بيكون 2N وده بيعطي جراثيم أولية هذه الكربوس بوروفايت هو الجزء ده طالع على أو بينمو على مش مستقل بينمو على النبات المشيجي المؤنس هذا النبات بيعطي جراثيم أولية أو كربوس بورز وبتكون 2N بتنطلق الجراثيم الأولية اهي 2N في المية وبتنمو لتعطي طور جرثومي رباعي طوالما نزلت في المية هتدي جراثيم جراثيم ثاني يبقى ده بقى مستقل خلاص ده بيحمل حوافز جراثيم رباعية ليه الاسم ده وليه هو جراثيم رباعي هنعرف لان ده جراثيم رباعي اهو 2N بيحصل ان فيه تركيب مؤنسة موجودة فيه زي ما هنشوف بالتفصيل الكلام ده كله هنشوفه التفصيلية بيحصل في التركيب اللي هي الجراثيم اهو الحوافز الجراثيم الرباعية انقسام اختزالي او ميوزي عشان تكون اربع جراثيم رباعية بتكون اين اللي هما دول الاربعة دول لو انا جيت كبرت هنا شوية اهو اهو اربعة بالشكل ده كده اتنين هيروحوا هنا واتنين هيروحوا هنا تدرس بورس بالشكل ده فحتنطلق في الماء اللي هي الرباعية بتكون اين طبعا حصل ميوزي هنا عشان يكون نبات باشيجي مؤنسة ونبات باشيجي مذكر مرة دانية يبقى ده الفرع المذكر اهو زي ما احنا شايفين عطى التركيب اللي هي التركيب المذكر اللي هو بشكل ده اللي هو الاسبرمتانجا الكلسترز او الانثريدات بتدي للسبرمشيا او الامشاج المذكر في نفس الوقت بيكون التركيب المؤنس اهو بيبقى فيه فرع المؤنس او الـ في ميل برانش اللي هو بيسموه كربوجونيا في الاخر بعد ما يتم تعمل النموه بتاعه بتنتاقل يتم الترطيح بانتقال بسبرمشيا او الامشاج المذكرة مع المؤنس عشان يديني الجنين هذا الجنين عندما يلمو يديني نبات جرثومي أول فين على نفس النبات المؤنس هذا النبات الجرثومي الأول 2N زي ما احنا شايفين بيعطي جراثيم 2N جراثيم أولية كربوس بورز طبعا بتنطلق وبتنمو في المائة يبقى النبات اللي حيتكون نبات مستقل مش طالع على نبات المؤنس ولا حاجة بيسموه التترس بروفايت أو النبات الجرثومي الرباعي بيكون 2N ليه اسمه كده عشان يحصل فيها انقسام ميوزي اختزالي فبتديني 4 أنوية كل بيدوني الاربع أبواغ الفرق بين الابواغ دي والابواغ دي الابواغ دي أحدية الابواغ دي ثنائية النبات الجرثومي ده 2N ده نفسه 2N بس ده ينمو مستقل ده ينمو عنه للنبات المشيجي المؤنس الابواغ الرباعية بعد ما بتكون انقسام الميوزي اتنين منها حيديه نبات الجرثومي المشيجي أول وحيدي نبات المشيجي المؤنس والمذكر وكده بتكون اكتامل طورة الحياة نشوف مع بعض التركيب الضقيقة اللي احنا بنتكلم عنها ادي النبات المذكر ده التركيب المذكر اللي هو الانثريدة بتكون بالشكل ده لو انا قطعت فيها حيبني الشكل ده يبقى الانثريدة دي عبارة عن صف من الخلايا بالشكل ده اللي هو بالمحور الخلايا الجنبية بتاعتها بقى اللي هي دي بتبقى الافرع بالشكل ده الافرع ده بتنتهي لن اختلاق من الغرض اخدت الهيلايتر ايه كل دي اللي هي الانثريدات اللي موجودة بالشكل ده نفس الشيء اني حتى تانية اهو كل دي عبارة عن الانثريدات لو كبرنا شوية كده هذه الانثريدات ايه التركيب ده او القطاع ده اللي هو بنتكلم على الايه الانثريدات اللي بالشكل ده او التركيب المساق بتبني زي تحت المكروسكوب زي ما احنا شايفين بالشكل ده حتى لو خدنا بالنا الخيط الرفيع ده اهو باين اللي هو ده اهو هنا باين اللي حواليها ده كله الخلايا الصغيرة اللي بالشكل ده اللي بتشيل الانتريدات اللي هي هيبقى تطلع منها اللي هي الاسبرماشية هتطلع من هنا طب نشوف التركيب المؤنس بقى في الخطوة اللي بعد كده بالشكل ده بنبدأ بالفرع المؤنس هنا هنلاقي ان فيه فرع مؤنس او خيل ترايكو بلاست شعرة او شعيرات او خيل مؤنس هنا الخليطين دول ناخد بالنا من لهم نحن نعلمهم بلونين مختلفين ناخد اللون الاخضر اهو اللون الاخضر هنعمل به الخليط اللي تحت اللي هي بالشكل ده وعشان نتابعها اهي وعشان نتابعها اهي وعشان نتابعها اهي عشان نبعارفين احنا بنتكلم عن ايه اهي واتي الخليط دي مش كلها بقى من ناحية اهب اللي هو بالشكل ده كده نروح ناخد لون تاني اللي هو اللون ناخد اللون الاحمر لا يوجد مشكلة او ناخد لون فاتح شوية اللي هو الاصفر هنعمل الخلية اللي هتكون بقى الفرع المؤنس بالكامل اللي هتدي كله عشان نبقى عارفين الخلية كلها جات منين يبقى احنا باتقين بخليتين بنتكلم عنه اهو نروح بقى نشوف هنا يبقى هنا ده الخيط او الشعر المؤنسة او الخيط المؤنس وذي عندنا خلية صوبرق agresil او خلية قاعدية او خلية داعمة وهي الخالية المؤنسة الخلية دي بتنقسم عدة انقسامات عشان تديني فرع بالشكل ده الخلية العليا الي فيها جزء منتفق وهيبقى فيه خط موجود هنا ده ياسموه او الفرع الكربوجوني او الفرع المؤنس يعجب هنا يبقى بنقى получ او الخيط اللي هي العقيمة والخلية القمية هتبتدي تستطيل عشان تطلع لفوق تبقى بين تقابل الاسبرماشية او الامشاك المذكرة هذا هو الكربوجوني البرانشي او التركيب المؤنس تيل بوايدا المؤنسة وده الخيط او ترايكوجاين او الانبوبة المؤنسة بيحصل بعد كده ايه اللي هيحصل زي ما احنا هنشوف دي التركيب بتاعتها يبدأ الفرع المؤنس وهيبتدي يبدأ بيوم محاط في شكل زي كورة كده نجيجي نشوف الاهم خطوة بقى هنا لو احنا بصين في القطاع هنلاقي ده الفرع المؤنس اهو يحصل للسبرماشية هتوصل هنا لان ده بارز من الكورة دي او السستو كارب او التركيب المؤنس ده بيبقى فيه مادة لازجة او مادة جيلاتينية بتبتيت تستقطب للسبرماشية على الامشاك المذكرة واحد فيهم بس هينجح فيه ان النواة بتاعته تخترك هذه الانبوبة وتصل الى النواة المؤنسة عشان يحصل الجنين يتكون في الخلية دي يبقى الجنين هيكون فين داخل الدرق ده على الفرع المؤنس نشوف ده بسامور كاربو جوية نشوف بقى ترجي الخطوة اللي بعد كده ده شكله تحت المايكروسكوب كل الكور دي اللي هو التركيب المؤنسة اللي حيكون عديد بنتكلم عليه ده 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 كل دي اللي هي افرع المؤنس ناخد بالنباء ان كل الكور دي اللي فيها الافرع المؤنس اللي هيحصل فيها التلقيح والاخصاب هيكون مكانها هنا النبات الجرثومي الاول طالع فين؟ على النبات المشيكي يعني ده النبات المشيكي المؤنس كل الافرع دي هيتكون عليها النبات الجرثومي الاول نشوف مع بعض بقى حيبقى شكله عامل ازاي اهو بالشكل ده كده يبقى الكورة دي كلها عبارة عن نبات الجرثومي الاول اللي هو هيكون ايه اهو نعملها بقى مثلا بلون احمر بقى هنا ولا حاجة بلون اسرق بقى جميع او اهو اهي كل دي اللي هي كاربوسبورز اهي اللي انا بلونها دي كل واحد من دول كاربوسبور اهو ده والتركيب كله على بعضه اللي هو النبات الجرثومي الاول كل هذا طالع فين ؟ ده طالع زي كرة كده على الفرع المؤنس في النبات الماشيج المؤنس اللي هو نفس الشكل ده طب نشوف مع بعض لو في قطاع فيه هنشوف مع بعض كده هايباني ازاي انا خدت قطاع فيه عشان تديني الكربوس بورز وتنطلق كل واحد فيهم زي ما احنا شايفين كده يبقى ده النبات الجرثومي الاول طب الكربوس بورز دي ناخد بالنا دي 2N الكربوس بورز دي 2N وجزء ده نفسه اللي هو جزء ده 2N طب نشوف لما هيقع وينبت هينفاصل بقى على النبات الام منبتدي نشوف هنا بقى ده اللي الحب لتكلم عنه ده ده النبات الجرثومي الرباعي ليه رباعي؟ لو هنبص هندق شوية كده هنلاقي الخلايا اللي انا هنعلم عليها دي اهي دي اللي هي الحوافز الجرثومية الرباعية اللي هي دي كل دي حوافز جرثومية الرباعية هيحصل فيها انقسام اختزالي ليه؟ عشان تكون التراس بورز او الجراثيم الرباعي ادي واحد اهو و ادي التاني اهو بالشكل ده اهو دول ثلاثة بالشكل ده الرابع بقى في الناحية التانية ده نفس كده لو هنبصنا هنا دي الخلية دي اللي هي الحافزة الجرثومية الرباعية حصل فيها انقسام ميوزي فعطت اربع عنوية زي ما احنا شايفين ده شكل كده اللو باور ده شكل اللو هاي باور لو احنا دققنا شوية كده هلاقيهم اربعة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة ساعات بيبادل اربعة بساعات لو احنا حسب بقى القطاع ما هو لافف او كده ادي واحد اتنين تلاتة والرابع في الخلف من احنا دي كده اداء النبات الجرثومي ماله الرباعي طبعا الجراثيم دي لما هتنفصل هتبدي دي تنبت وتمجاه عطشة نبات ماشيجي مرة تاني ادي دورة الحالة احنا بدأنا فيها بهذا الشكل ادي النبات الجرثومي الرباعي اللي احنا انتهنا به اللي هو ده اتنين ان وادي حصل الميوزي وحصل التترس بورز اللي تكونت اللي هي بتكون ان بالشكل ده عشان تديني ايه النبات ماشيجي مذكر ونبات ماشيجي مؤنس المنظر ده كده طب فين النبات الجرثومي التاني اهو احنا كنا حطنا بلون ايه اعتقد يمكن اللي كان الاصفر باين اهو ادي الكربوس بورز بالشكل ده كده اتنين ان والنبات نفسه اهو كل ده اللي هو اصبح بقى اللي هو استوكار او الكربوس بوروفايت ده اللي هو برضو بيبقى نبات اتنين ان اللي هو ده اللي هو الجزء ده طالع فين على النبات المشيجي المؤنس طيب نيجي نبص مع بعض ونعلم على النباتات المذكرة النبات المذكر ادي النبات المذكر اهو ان و ادي النبات المشيجي المؤنس ان بالشكل ده كده و ادي التركيب المذكر الانثريدة اللي عطت الاسبرماشي او النباتات المذكرة اللي هي ان في حيني النبات المؤنس اعطى الفرع المؤنس او الكربوجونيوم وبرضه بيكون n لغاية لما تكون الزايغوت الزايغوت اهو هندي له لون تاني ندي له اللون ده ادي الزايغوت بالشكل ده يعني بداية ابقه يبقى عندنا جزء الاغضر هنا والاغضر اللي هنا ده اللي هو n من اول هنا بقى حصل اتنين n فكون وده كان ممكن ندي له اللون الاصفر يعني يفضل ده كان ندي له نمسح الريزر اهو نمسح ده وندي له اللون الاصفر اهو لان هو ده اللي هيكون الجرثومي الاول يبقى الاصفر ده اللي هو الجرثومي الاول لغاية هنا والجزء بنفسي ده الجرثومي التاني يبقى فيه تلات اطوار عندنا الطول المشيجي بنوعيه المذكر المؤنس عشان ده ثنائل مسكن هيدي الانثريدات الى اخر هذه الامور وقت دورة الحياة بتاعتنا بالشكل ده بكده بنكون هنا دورة حياة تحلب البلوسايفونية تحلب الاحمر ان كنت احسنت ووفقت في من الله وان كنت اخطأت او نسيت شيئا فبن نفسي اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا ولا تجعل فيه رياء ولا سمع وإلى ان نلتقي في محاضرة جديدة من محاضرات تبسيط العلوم اترككم في رعاية الله وامان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة